للنقاش الذي سنخصصه للحديث حول شهر شعبان هذا الشهر المبارك وكذلك الحديث أكثر حول ليلة منتصف شعبان معي هنا في البلاطوة سيد عبد الكريم وغول إمام وخطيب إحنا وسهلا فضيل الشيخ صباح الخير شكرا للإضافة وصباحك المبارك وصباحك المشاهدين إن شاء الله العفو فضيل الشيخ باقي 15 يوم على شهر رمضان لابد أنه الجزائريين بدأوا يحضروا لهذا الشهر ولكن المفارقة أنه في بعض الجزائريين يعني يحضروا كي يحضر الحريرة يحضر الزيت يحضر الحم الحلو ويكونجلي في ثلاجة ولكن ماذا عن تحذير الروحاني فضيلة الشيخ شفنا لهض كبير على بعض السلع ماذا عن تحذير الروحاني لهذا الشهر بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله رب يشرح لي صدري ويسير لي أمري وحلو العقدات من لساني يفقه قولي أما بعد الإنسان في السنة كلها وهو في معركة مع هذه النفس ينتصر عليها وتنتصر عليه صحيح ويحتاج في هذه المعركة إلى محطات يتزود فيها ويتزود منها بالزاد الذي يرتفع به ويسمو بالروح ويسمو ويزكي النفس ويروضها ويطهرها في فترة شهر تربوس تربوس شهر والاستعداد لهذا التربوس أي تربوس لابد أن يسبقه استعداد فنستعد لهذا الشهر لهذه المحطة محطة رمضان التي هي محطة لترويض النفس وكبح جماح الشهوات مش بتخزين السلع والزيت كبح جماح الشهوات نعم الإنسان الذي تتحكم فيه شهواته نعم وتنتصر عليه نفسه يحتاج أن يرويضها ويكبح جماحها هذا النفس هذه الأصل أنها نفخة من روح الله سبحانه وتعالى أن يذكيها وأن يطهرها وأن يعبدها لله سبحانه وتعالى أن يجعلها مطواعة لله لا أن تكون مطواعة للشهوات تلهس وراء الشهوات وراء المطعم والمشرب فقط هموه في الدنيا مطعمه ومشربه كما قال الشاعر الإلحاد إنما الدنيا طعام وشرب وعند المسلم النفس هذه الله عز وجل نفخها من روحه فينبغي الإنسان أن يذكيها النفس هذه تتدنس وتنزل وتتردى إلى الحضيض حين تجري وراء الشهوات من البطن عمر دار بالزيت بشهرين قبل رمضان خزن في الدار بشهرين قبل رمضان خزن دقيق بشهرين قبل رمضان خزن اللحوم في المجمد كأن رمضان شهر الطعام شهر للأكل والشرب يعني تقول داخل في حرب بارك الله فيه نعم نعم والحرب هذه حرب مع النفس نعم حرب مع النفس مش مع الطعام وغيره يعني حرب قلنا هو تزكية النفس وتطهيرها وترويضها لهذا الله عز وجل لما فرض الصيام ما هو الصيام الصيام هو الامتناع عن الطعام والشرب هو الامتناع ترك يعني شهوات وترك شهوات ترك الشهوات شهوات ماذا؟ شهوات البطني صحيح وشهوات الفرجي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يضمن لهذين أضمن له الجنة صحيح أحكم لي في زوج حوائج أتحكم فيهم الجنة رهي مضمونة أتحكم فيما يدخلوا بطنك أن لا تكون عبداً لبطنك أن لا تكون عبداً للطعام والشراب أن لا تكون عبداً للمشروبات في رمضان من يفطر وهو يأكل حتى الأفجر صحيح رمضان بالعكسل التقليلي من الطعام ليس للزيادة ليس للزيادة للتقليلي من الطعام رب عز وجل الله فرض علينا رمضان لهو الامساك عن الشهوات لماذا؟ حتى الإنسان الذي يستطيع أن يتحكم في نفسه ويمتنع عن الحلال يمتنع عن الحلال ويترك الحلال الخبز حلال الماء حلال زوجتك حلال وأنت مع هذا تتركها ابتغاء وجه الله طاعة لله في الإنسان الذي تحكم في نفسه وترك الحلال لله سبحانه وتعالى يعوّل نفسه ويتدرب ويروّض النفس على أن يترك الحرام صحيح يبعد على الحرام الإنسان الذي يقدر يحكم في نفسه سبعطاش ساعة سبعطاش ساعة وسبعطاش ساعة والطعام حلال ولا يقترب منه لأن الله عز وجل حرّمه عليه فهذا الإنسان يستطيع أن يتحكم وهذا الصيام هذا بهذا لما يربي للمسلم هذه التربية هي تربية اقتصادية في نفس الوقت صحيح المشكلة الاقتصادية 50% المشكلة الاقتصادية هي في النفس البشرية جميل لو الإنسان يتحكم في شهواته ويتحكم في بطنه راح نحل له 50% من المشكلة الاقتصادية صحيح والمتبصرين في الدين يقول لك أنه هذا الشهر شهر شعبان هو شهر زرع نعم ورمضان شهر حصاد نعم كيف يكون شهر زرع هل فيه مثلا أمور لازم يفعلها الإنسان أمور يتجنبها حتى ولو كانت حلالا أو مباحا الإنسان لما يكون داخل في امتحان قبل الامتحان يستعد للامتحان شهر أو شهرين وهو يعد العدى لدخول لدخول هذا الامتحان لدخول هذا التربص يوجد له كل حاجة فكذلك رمضان قبل رمضان استعدوا له وكان السلف رضي الله عنهم يستعدون لرمضان ستة أشهر قبل رمضان وهم يسألون الله سبحانه وتعالى أن يبلغهم رمضان صحيح وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعدوا لرمضان بصيام شعبان فكان يصوم شعبان إلا قليلا يصوم شعبان كما تقول أمه من عائشة بل يصوم شعبان كله وما جاء عن عبد الله بن عمر وعائشة وأم سلامة وأبي هريرة وأبي سعلبة وأبي أمامة كلهم قالوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرنوا شعبان برمضان أو يصلوا شعبان برمضان فإذا جاء رمضان بعد أن صام شعبان تكون الروح وتكون النفس قد تروضت يعني تدخل رمضان وهي مهيئة للصيام على أكمل وجهني ثم رمضان صيام كما أراد الله سبحانه وتعالى ويقوم ليله كما أراد الله سبحانه وتعالى فنستعد يستعد له المؤمن كما استعد له سلفنا والذين اقتدوا وتأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان لأن شعبان شهر ترفع فيه الأعمال سأله أسامة بن زيد قال يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر ما تصوم من شعبان علىه يا رسول الله ما اشتكشتهم في ذو القعدة في ذو الحجة في رجب ما رأيتك تصوم كما تحرص على الصيام في شعبان قال الصالحة الصيام صحيح لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاءه رجل يسأله قال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة صحيح يا رسول الله جئتك نسألك توجهني ترشدني تعلمني عمل أتمسك به أدخل به الجنة فقال له صلى الله عليه وسلم عليك بالصوم فإنه لا عدل له ما كاش لي عدله ما كاش لي عدله ما كانش عبادة تكافئ الصوم وتوازي الصوم في الأجر والساوم لأن كل الأعمال الله عز وجل العمل بحسانة العمل بعشر حسانات العمل بسبعمائة حسانة إلا الصوم إلا الصوم فهو لله فهو لله تجي يوم القيامة وتنتظر المكافأة من الله سبحانه وتعالى كل إنسان عنده الحساب تعه في الصحيفة تعه عندك صليت حسانات تعك محسوبة عندك تصدقت الحسانات تعك محسوبة عندك قريت قرآن الحرف بحسنة والحسنة بعشر المثالية الحسانات محسوبة تنتظر تبقى لك عبادة وحدها كلها وضعتش في الميزان ويبقى لك أجر وحدها أخر ما زال بتحطش في الميزان يسقل الميزان وينزل به ما هو الصوم الصوم نعم طيب الفضيل الشيخ أنا أريد أن أتحدث الآن على ليلة المنتصف ليلة النصف من شعبان ماري هذه الليلة من فضل خاصة فيه كثير من الأحاديث ولو أن البعض يضعف هذه الأحاديث ولكن فيه كلام يقال حول هذه الليلة نسمعنا في الجمعة اللي فاتت لإمام عدد الكثير من الفضائل لليلة النصف من شعبان وش هي ميزة هذه الليلة فضيلة الشيخ وهل فيه أمور على الإنسان أنه يعملها في هذه الليلة مستحب أنه يعملها الوارد في هذه الليلة أنها ليلة المتميزة خصها الله عز وجل بفضل الله عز وجل يتكرم فيها على عباده يكافأ فيها عباده حبي يتصدق عليهم ربي عز وجل حبي يكرمهم حبي يكافأهم الله سبحانه وتعالى على عباده بما ثبت عند الإمام النساء في السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحنين هذه الليلة مشرك ولمشاح الله عز وجل يتنزل ويتطلع على عباده تصور أنت الآن نحن الناس عندنا خطاب رأينا السنة مناسبة خمسة جولياء أو النوفمبر المواطنين ربعين مليون جزائري كلهم ينتظرون طلعت رئيس الجمهورية في الخطاب التعو وش رايح يقول الناس كلها تتنزل فيه هذه الليلة هذه الله سبحانه وتعالى يتطالع إلى خلقه رأي يشوفهم ينظر إليهم نظر الله تعالى رأي يشوف عباده كل سنة ولكن في هذه الليلة ينظر إليهم نظر رطف نظر رحمة نظر عفو فيغفر لهم جميع الذنوب كل الذنوب التي أتها الإنسان في هذا العام فهذا الليلة الله سبحانه وتعالى يتفضل ويتكرم بحطها عن عباده نعم إلا سنين المشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به والمشاحن الله عز وجل يقول أنظر هذا هذا خليه المشاحن المشاحن حتى يتصالح والله عز وجل يبغضوه هذا الخلق أشد البغض طيب فضيل الشيخ نعم بالنسبة للمشاحن نعم مش عارف أحيانا الإنسان يقع في موقف أو في مواقف تفرض عليه أنه يقطع صدقته بإنسان إنسان ما وهذا الدين دين قوة والإسلام دين قوة في الشخصية وفي المعاملة ومش ظالم هذا الدين نعم هل فيه مرات أمور تجيز لك أنه تكون مقاطع شخص ما المقاطعة المشروعة هي ما تسمى في الشرع ما تسمى الشرع الهجر الهجر تسمى الهجر أن يهجر الإنسان إنسان أن يهجر نعم يقاطع نعم أن يكون الهجر في الله نعم أن يكون الهجر في الله في الله سبحانه وتعالى ولله سبحانه وتعالى بمعنى تأديب لهذا الإنسان أنت نصحت أعظته لم يرضى أن يكفى عن سوئه وعن شره فارتأيت أن الهجر يمكن أن يكون وسيلة للتأديب وهذا فعلته عائشة رضي الله عنها مع ابن أختها عبد الله بن عباس وفعله عبد الله بن عمر مع ابنه رضي الله عنهما عبد الله بن عمر رأى ابنه يحذف يقولوا بالدرجة بالعامية تعالوا لذي يفهموها يدرب بالحجر يتيري بالحجر وعبد الله بن عمر قال لابنه لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحذف بالحجر وإحنا يلعبوا دراري يلعبوا بناتهم يدرب صاحبه بحجرة هذا السلوك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى على العصفر العصفر لا تضربه بحجر فإنه يصيب العين فيعميها ولا يصيد طائرا عبد الله بن عمر لما نهى ابنه ومع ذلك رأاه يحذف فقال والله لا أكلمك بعدها أبدا طيب بالنسبة للإنسان مثلا نبقى دائما مع المشحنة مش عارف إذا خشت عن الموضوع أو لا الإنسان يظلم إنسان يعني ويقاطعه هل هذا جاء يسر عن فضيلة الشيخ؟ الإنسان يقاطعه إذا كان هذه الوسيلة أرتآها أن الوسيلة تأديبا تأديبية ليعود الإنسان ويرجع إلى الطارق إلى جادة الصوات يرجع إلى الصوات مش عارف بقينا ثواني فقط نعم أتركلك الكلمة الأخيرة في الحديث عن شهر شعبان وعن فضل ليلة النصف من شعبان في هذه الثواني أريد أن أصححها وأصوب خطأا فقهيا أسمع كثير من المفتين يتكلمون وهو النهي عن صيام النصف الآخر من شعبان وهذا خطأ في الحديث الوارد بلفظ إذا بقي النصف من شعبان فلا تصوموا ضعفه العلماء ضعفه الإمام أحمد ويحيى بن معين وعلي بن مديني ابن المديني بالقال هو حديث منكر وهو مخالف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يصوم شعبان يصله برمضان كان يصوم شعبان يصله برمضان وهذه الآثار كلها خرجها الإمام الطحاوي في مشكل الآثار وهي مروية عن الصحابة عن عائشة رضي الله عنها عن أم سلمة رضي الله عنها عن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة عن أبي سعلبة وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم رمضان حتى شعبان حتى يدخل عليه رمضان وهو صايم يلحق ورمضان وهو صايم فكان يصوم النصف الآخر من شعبان ولكن يفصل بين الشهرين أحيانا يفصلوا وأحيانا لا يفصل وأحيانا لا يفصلوا المنهي عنه هو صيام يوم الشك الإنسان ما صامش في رمضان ينتظر الليلة النهار لخرتع شعبان ما صام شعبان النهار لخرتع شعبان يجي يصوم يصوم هذا النهار إحتياطا لرمضان جميل فهذا المنهي عنه يصلت الفكرة الله يبارك فيك ونصيحة الأخيرة شهر رمضان شهر الرحمة نصيحتنا إلى الفلاحين ونصيحتنا للتجار يرحموا من في الأرض يرحموا في السماء استنزلوا رحمة الله برحمة بعضكم تنزل رحمة ربي شكرا 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 الشيخ عبد الكريم رب الإمام وخطيب الجزائر العاصمة على حضورك معنا وشهدي الأفاضل اللي هنا أكون